السلام عليكم عزيزي طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط نلتقي اليوم بإذن الله تعالى مع حل كتاب النشاط كتاب التمارين مادة اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الأول واليوم نلتقي مع الوحدة الرابعة ماذا أحتاج أن أشتري النشاط واحد نشاط ايه اكتب اسم كل طعام من الأطعامة الآتية نمبر وان في هذه الصورة صورة بيبرز اي الفلفل الصورة نمبر تو تعبر عن شرمب نمبر ثري تشيكن اي دجاجة نمبر فور بنابل اي انناس فاكهة الانناس نمبر فايف نمبر فايف في هذه الصورة الزبادي يوغارت الصورة نمبر شكس وهي تعبر عن السوساج او السوسيز نمبر سيفن وهي صورة تعبر عن كاروتس وهو الجزر نمبر ايت صورة تعبر عن كراب وهي الكابورية من الأكلات البحرية الصورة نمبر ناين تعبر عن الجبن تشيز صورة نمبر تن تعبر عن سترابيريز وهي الفراولة فاكهة الفراولة ننتقل النشاط بيه اكمل هذا الجدول بكلمات من النشاط ميت اللحوم سنختار من النشاط ما هو متعلق باللحوم فنجد لدينا في بالنسبة للميت لدينا الفراخ او الدجاج ولدينا سوساج وهو اللحمة او السوسيز نوع من اللحوم بالنسبة للسيفود الاطعمة البحرية لدينا شريمب وكراب دياري وهي المنتجات الالبان لدينا منها يوغرت والشيز الزبادي والجبن بالنسبة للفاكهة لدينا في الفاكهة بنابل وستروبيريز بنابل وهو الاناناس وستروبيريز وهي الفراولة بالنسبة للفيجتابولز او الخضروات لدينا في بالنسبة للخضروات لدينا بيبرز وهو الفلفل او الفلفل ولدينا كاروتس وهو الجزر ننتقل بعد ذلك للنشاط سي اكمل هذه القصة مستخدما فيو اي قليل بمعنى اقل يعني الكثير من نمبر ون زير وير الوت اوف رولز نمبر تو الوت اوف اويل نمبر ثري الاتل القليل من الليمون الليمون نمبر فور افيو بيسيز قطع قليلة نمبر فايف الوت اوف ديفرانت فيجتابولز يعني الكثير من الخضروات نمبر سيكس افيو سبيسيز او سبيسيز يعني قليل من القطع وقطع قليلة نمبر سيفن الوت اوف الكثير من ووتر نمبر ايت الوت اوف ميت الكثير من اللحمة نمبر ناين اليتل ميت نمبر تن افيو سينجز افيو سينج نمبر اليفن النشاط دي ريو رايت اتش فول سينتنس اباوت زا ستوري فروم سي قعد كتابة كل جملة خاطئة من النشاط سي ميك اتش وان ترو واجعلها صحيحة يوز ماتش اند ميني استخدم كلمة ماتش وكلمة ميني ماتش كفير للكمية وميني كفير للعدد بدرية اكس هذه عبارة خاطئة والصحيح هذه عبارة خاطئة والصحيح ان نقول بدرية تستطيع ان تأكل القليل من الخضروات اثناء الضيت او الرجيم او التخسيس هذه عبارة خاطئة والصحيحة ان بدرية can eat many vegetables وليس فيو يعني كفير مني يعني كفير من الخضروات on the diet number three she can use a lot of spices يعني هي تستطيع ان تستخدم الكثير من spices اي البهارات مثل الكمون وغيرها من الاشياء فالصحيح ان نقول she can't use من spices هي لا تستطيع ان تستخدم الكثير من البهارات النشاط اي write about what you eat or drink اكتب عما تأكله او تشربه a lot of and what you don't eat or drink enough يعني ما تأكله كثيرا تكتب عنه a lot of الكثير من وما لا تأكله تكتب enough مثلا i eat a lot of ice cream but i don't eat enough yogurt يعني انا اأكل كثير من الايس كريم ولكني لا اأكل او اأكل ما يكفي من الزبادي number one نقول i drink a lot of soda but i don't drink enough water يعني اشرب الكثير من المياه الغازية ولكن ولا اشرب ما يكفي من الماء والماء صح من المياه الغازية number two يمكن ان نقول مثلا اي ايت a lot of meat but i don't eat enough vegetables انا اكثر اأكل الكثير من اللحوم ولكن لا اأكل ما يكفي من الخضروات يمكن ايضا ان اقول اي ايت a lot of cookies but i don't eat enough fruit انا اكل كثير من الحلوات ولكن لا اكل ما يكفي من الفاكهة ننتقل بعد ذلك الى النشاط if read the receive write a question and answer about it اقرأ هذا هذا receive واكتب اسئلة واجابات عنه use how much and how many استخدم how much و how many كم عدد وكم الكمية mushroom and cheese omelet cut six mushroom into small pieces small pieces هذه طريقة لعمل الاملت بالمشروب هنا لدينا you use butter فالسؤال يكون how much butter do you use وتكون الاجابة على ذلك you use one tablespoon of butter يعني استخدم ملعقة من الزبدة number two لدينا you added salt فيكون السؤال how many how much salt do you added كم كمية الملح التي اضفتها وتكون الاجابة عن ذلك على حسب هذه الوصفة you added a little salt يعني اضفت قليل من الملح number three you cut up mushroom فالسؤال يكون كالتالي how many mushrooms do you cut up كم عدد قطع المشروع التي قمت بتقطيعها وتكون الاجابة عن هذا السؤال you cut up six mushrooms انت قطعت او قمت بتقطيع ستة من ستة قطع من المشروع number four you cut up cheese فيكون السؤال how much cheese do you cut up وتكون الاجابة عن ذلك you cut up quarter cup of cheese quarter اي ربع cup of cheese يعني ربع كوب من الجبن number five you use onion فيكون السؤال how many onions do you use كم عدد كم بصلة أو كم عدد البصل الذي استخدمته والاجابة من هنا you use a piece of one onion انت استخدمت قطعة من بصلة واحدة ننتقل بعد ذلك الى النشاط g complete the sentence use something anything and nothing اكمل هذه الجملة مستخدمة something يعني شيء ام anything اي شيء and nothing يعني لا شيء we eat a lot of food at my house we always need something from the supermarket number two there is something in the refrigerator هناك شيء ما في الثلاجة number three you have but don't you have anything to drink number four there is nothing better عفوا there is nothing better than a good piece of watermelon number five i haven't eaten anything all day لما اكل شيء طول اليوم number six no i don't i don't like anything with cheese لا احب اي شيء مع الجب number seven i have absolutely no god that it calls for i have absolutely nothing that it calls for number eight can i get you something ننتقل بعد ذلك الى النشاط look at the receive انظر الى هذه الوصفة for fruit salad هذه وصفة salad الفاكهة rewrite the receive in the correct order اكتب هذه الوصفة بالطريقة الصحيحة اذا لكتابة هذه الوصفة بالطريقة الصحيحة بدلا ان نكتبها هنا سنقوم بكتابة الارقام بجانب كل خطوة اولا هذه هي الخطوة الاولى واحد cut cup cut up one binable and one cup of stravers يعني قطع اولا واحدة من binable من الاناناس ثم الفراولة والبرتقال والتفاح هذه الخطوة الاولى الخطوة الثانية put the fruit in a large bowl هذه الخطوة الثانية ضع هذه الفاكهة في طبق كبير الخطوة الثالثة بعد ذلك added half cup هذه الخطوة الثالثة اضافة نصف كوب من السكر و and quarter cup of lemon choice واضافة ربع كوب من عصير الليمون الخطوة الاخيرة number 4 mix will and put the ball in the refrigerator for 3 hours اذا ستقوم بعمل mix او بخلط هذه المكونات مع بعض ثم تقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات هذه الخطوات بالترتيب سنقوم بكتابتها هنا في هذا الفراغ او المكان المخصص لها النشاط I now rewrite the receive قعد كتابة الوصفة use the squints words in the box اكتب هذه الكلمات في هذا المستطل first cut up one one cup of strawberries two orange and one cup of apples هذه هي الخطوة الاولى اذا سنستخدم first اولا يعني number two then سنستخدم then اي ثمة then ضع هذه الفاكهة في طبق كبير number three after that نستخدم after that after that added half cup of sugar and quarter cup of lemon joys اضف نصف كوب من السكر وربع كوب من عصير الليمون four اخيرا فانقول finally في النهاية finally mix well and put the ball in the refrigerator for three hours واخيرا قم بخلط هذه المكونات في الطبق الكبير ووضعها في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ننتقل بعد ذلك الى النشاط جه reading food is not just for food الطعام ليس مجرد للأكل فقط ولكن له استخدامات أخرى يستخدم في مجموعات من العلاجات مثل headaches الصداع او الالام المعينة الام الرأس tired red eyes للعيون الحمراء والإرهاق والتعب أيضا نستخدم في حالات البرد الطعام أيضا نستخدم في حالات البرد complete the sentence with the information in the reading أكمل هذه الجمل مستخدمة المعلومات الواردة في قطعة القراءة people eat food some people use food as a medicine كعلاج إذن بعض الناس يستخدم الطعام كعلاج أو علاجات لكي تتخلص من الصداع يمكن تأخذ القشر الموز number three some people use rib نقط to make their eyes feel bitter rib of apples قشر التفاح يستخدمون بعض الناس قشر التفاح ليصنع أو to make their eyes feel bitter لكي يشعرون أن عينيهم أفضل cucumber slice can help your eyes شرائح الخيار يمكن أن تساعد عينيك number five some people say garric and finger will make a cold go away بعض الناس يقولون أن الجنزبيل وكذلك الخل will make a cold go away يجعل البرد أو يجعلك تشفى من البرد number four عفوا النشاط what is your favorite meal ما هي الوجبة المفضلة لديك make a shopping list for it قم بعمل list أو قائمة قائمة شراء بهذه الوجبة المفضلة complete the chart below اكمل هذا الجدول في الأسفل بأنواع الطعام التي سوف تقوم بشرائها في بالنسبة لكي تصنع هذه الوجبة الأنواع في أرقام كيف ستشتريها ومتى ستشتريها كيف ستصل إليها في السوبر ماركت أو في محل البقالة هنا لدينا food group meat والsee food والshopping trip order meat والfood group هنا مجموعة food group ولدينا food items والshopping trip تختار أكله ثم تكتب هنا أنواع الطعام مثلا سوف تختار أكله favorite meal هنا سوف تكتب الطعام المفضل لك وليكن مثلا الفراخ المشوية مع الصلطة roasted chicken والصلط الفراخ المشوية مثلا مع الصلطة ونكتب هنا food items نحتاج إلى chicken الفراخ نفسها أو الدجاج ونحتاج إلى خبز أيضا لكي نأكل breathe أيضا نحتاج إلى tomatoes نحتاج إلى الطماطم لكي نقوم بعمل هذه الوجبة tomatoes أيضا سنحتاج إلى في الخضروات أيضا سنحتاج إلى potatoes ويمكن في dairy product أيضا يمكن أن نضيف cheese بالنسبة للألبان cheese بالنسبة للخضروات سنحتاج إلى tomatoes وأيضا نحتاج إلى potatoes شيء مهم بسطة إذا كانت fries أو fries إذا نضيف البطاطس وبالنسبة لل shopping trip order بالنسبة لل chicken three breathe one tomatoes and potatoes two هذه الخطوات أولا سنشتري الخبز بعد ذلك نشتري الخضروات الطماطم والبطاطس ثم بعد ذلك نشتري الفراخ ثم بعد ذلك نشتري الجبن number four النشاط الرائتينج now write a paragraph about your shopping trip at your supermarket use the information from your shopping list above use sequence words like first zin after z and finally إذن هنا في هذا الموضوع ستكتب عن رحلتك داخل محل البقالة من خلان النشاط السابق النشاط ok كيف قمت بعمل لستة وكيف اشتريت هذه الأنواع فستقول first مثلا first I go to the ستقول أولا مثلا ذهبت إلى قسم الخضروات أو قسم الخبز واشتريت مثلا I will go to the supermarket and to buy food for my favorite meal بعد ذلك ستقول first I will pay some bread مثلا يمكن أن نقول نبدأ بها هنا هنا مسلا first بعد ذلك سوف تقول then I will pay some or I will pay two tomatoes and one kilo of potatoes بعد ذلك نقول مثلا after that I will pay the chicken وبعد ذلك تقول هنا finally I will pay some cheese for salad هكذا هكذا عزينا كون قد أنهينا حل هذه الوحدة الوحدة الأخيرة من الفصل الدراسي الأول ألقاكم على خير بإذن الله تعالى مع المراجعة من الوحدات من واحد إلى أربعة لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته